محمد عبد الباصد بيقول منورة كابتن اسلام ايه يا كابتن محمد ايه رأيك في صفقة كهربا وهل حتفيد النادي الاهلي كهربا طبعا الاولة عايزة اشكر طبعا بلال وده بيتيه ووقت ما يطلب اي خدمات مني انا تحت امره لانه صح الفضل عليها بعد ربنا سبحانه وتعالى طبعا نادي الاهلي سواء اللاعب او مدرب او مدير فني صفقة كهربا طبعا انا شايف انها مفيدة لعب عنده امكانيات كويسة متحطة في وسط فرق النادي الاهلي اعتقد بشكل كبير هيبقى فيه يعني شكل فيه تطور اكتر مهمة طبعا فيلر انه هو يعني يوظفه في الطريقة اللي بيشتغل بيها لان فيه طرق كتيرة جدا وممكن يتعامل عليه تكتيك كويس جدا عنده سرعات كويسة جدا من نوع اللي بيلعب في اخر 20 يارضا عنده حاجات حلول غير تقليدية ودي حاجة مهمة جدا نهارضا في الاخر 20 يارضا واخر 30 يارضا مع التكتل الدفاعي مع الفرق اللي بتلعب نادي الاهلي بتبقى محتاج حلول غير تقليدية حلول انت وانت سرعب بره ما تبقاش متوقح فما بالك بقى اللي هو المنافس بتاعك طبعا اقربة مميزة اعتقد طبعا انه هو هيمشي في سيستم نادي الاهلي لان الاهلي وفريق كرة في الاهلي بيبقى ماشي في سيستم معين بنظام معين لازم كله يبقى ماشي في التراك ده وفي النظام ده وأعتقد أنه زاكي يعني هو كان في قطاع نشئين وكان ابن من أبناء قطاع نشئين عندنا في النادي وعارف يعني عارف النادي الأهلي بيدر إزاي وماشي إزاي فأعتقد أنه زاكي وهيبدأ الحيطه في قطاع نشئين يا كابتن حضرتك ولا لا؟ لا لا ما ضربتوش في قطاع نشئين هو كان في فرقة 94 كنت أمسك في فرقة 91 كنت أمسك الله أكبر منه يعني وهو ماشي بدري يعني كاربا على ما أتذكر ماشي بدري لكن هيكون مؤثر مع النادي ده أهلي من وجهة نظرة أتوقع أتوقع طبعا عنده إمكانيات كويسة جدا هداف عن سرعات بيلعب ممكن يلعب راسحار ممكن يلعب طرف من الإطراف يعني ممكن ممكن بشكل كبير جدا يفيدك وخصوصا كمان في أفريقيا ودوري عندك مطشط وعندك ضغط مطشط كبير وبالتالي يعني ممكن يستفاد به بشكل كويس جدا